موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم في حلقة جديدة من هذه السلسلة التي تتصل بالتأمل في هدايات الله عز وجل المتنزلة في قرآنه الكريم والتي جعل لها هذا العلمان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سورة الكهف هذه السورة التي يقرأها المسلم في كل جمعة تضيء لهما بين الجمعتين ويتفيأ ظلالها ويتبرك ببركتها هذه السورة المباركة عرضت قصصا متفاوتة ومختلفة لشخص مختلفين متفاوتين عرضت نماذج متباينة وأحوال مختلفة هذه النماذج فيها نموذج الفتية وفيها نموذج الرجل الفقير المؤمن الفتية المستضعفون والرجل الفقير المؤمن والعالم العبد الصالح الذي كان مع موسى عليه السلام وختمت بنموذج ذي القرنين الممكن له في الأرض إذا تأملنا هذه النماذج وجدنا هذا التفاوت الكبير بينها جميعا الفتية كانوا في حالة استضعاف واضح جدا يعني أنهم فتية آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهة لقد قلنا إذن سطط فتية قاموا في مجتمع كافر ليعلنوا هذا الإعلان أنهم مؤمنون بالله عز وجل وأنهم لن يشركوا بالله سيئة وواضح أن أقوامهم وأن السلطان القائم عندهم في بلادهم كان سلطانا كافرا وواضح أنه كان مع كفره متهد في الحرب على المؤمنين ولذلك كانوا يخشونهم فهم كانوا في حالة استضعاف أووا إلى الكهف ناموا تلك النومة العجيبة التي هي من المعجزات ناموا تلك النومة فلما استيغضوا منها كانوا يظنون أن الحال هو الحال يعني ما كانوا يظنون أن الحال قد تبدل وأنهم قد ناموا تلك ذلك العمر الطويل وأنه قد جاء أقوام من بعد أقوامهم الذين فارقوهم والذين اعتزلوهم هم فعلوا ذلك كله خشية أن يفتنوا في دينهم فأووا إلى الكهف يعبدون الله عز وجل ويعتزلون أقوامهم فلما استيقظوا من بعد قص خبرهم القرآن وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا هذا الذي كانوا يخشونهم لأنهم كما قلنا كانوا يظنون أن ذلك السلطان الكافر ما زال قائما في أرضهم وهم يخشون على دينهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم قتلا أو يعيدوكم في ملتهم فهم أمام هذين الخيارين ولا خيار ثالث ثم عندهم إما أن يفتنوا في دينهم ليرتدوا أو أن يعذبوا حتى يهلكوا فإنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا فهذا النموذج الذي قدمه القرآن نموذج فتية آمنوا بالله عز وجل فارقوا أقوامهم اعتزلوا قومهم وتوجهوا إلى الله عز وجل مخلصين في عبادته سبحانه وفي توحيده هذا نموذج استضعاف ليس نموذج تمكين ثم كان نموذج الثاني هو نموذج رجل فقير معدم لا يملك شيئا إلا إيمانه بالله عز وجل هذا هو الذي عنده يعني وصاحبه الذي يحاوره هو الصورة المقابلة له يملك كل شيء لكنه يشرك بالله عز وجل رجل آتاه الله من الأموال من باب الزرع آتاه جنتين من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأتي هذا الخير الكثير لكنه كفر بالله كفر بنعمة الله عليه وكفر بربه سبحانه فصاحبه الفقير الذي يحاوره يقول له قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ذلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا تحقق كل ذلك كل ذلك فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه حسرة وندامة يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فالذي حذره منه العبد الفقير المؤمن وقع خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الذي نلاحظه في هذا النموذج أن الله عز وجل ما خبرنا هل بدل حال الفقير الذي قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك هل تحقق هذا الموعود يعني بدله الله عز وجل في الدنيا جنة خيرا من جنة ذلك الكافر فتبدل حاله من الفغر إلى الغنى ومن الفغر إلى الغنى وأصبح له جنة أفضل من جنة ذلك الكافر أم أن الله عز وجل ادخر له هذا الأمر إلى الآخرة القرآن ما حدثنا عن هذا القرآن أحيانا يسكت عن تفاصيل لأنه يبرز التفاصيل المهمة يعني بدله بجنة وغير من حاله إلى غنى أو ليس هذا هو المهم في هذه القصة المهم في هذه القصة أنه مع فغره كان غنيا بإيمانه كان مفتقرا إلى ربه سبحانه لكنه كان قويا عزيزا بإيمانه هذا هو الذي يبرزه القرآن لكنه ما أبرز هل تبدل الحال عنده أم لم يتبدل كما لم يبرز القرآن هل فعل فرعون بالسحرة ما توعدهم به وما تهددهم به يعني هو قال لهم لا وعدهم بأنه تهددهم بأنه سيصلب لو صلبنكم في جذوع النخل لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف سيفعل هذا كلهم السحرة بعد أن آمنوا برب موسى وهارون قالوا له أقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فكان هذا التحدي التحدي هذا هو الذي أبرزه القرآن أما هل فعل بهم فرعون ما توعدهم وما تهددهم به القرآن سكت عن هذا نجاهم الله أم فعل بهم فرعون ما توعدهم القرآن سكت عن هذا لأن هذا ليس هو المهم المهم هو أنهم تحدوا ذلك الطاغية وواجهوه وقالوا له أقضي ما أنت قاض وما تنازل عن إيمانهم هذا الذي يبرزه القرآن وهنا كذلك القرآن يبرز لنا أن هذا الفقير كان بإيمانه عزيزا حاور ذلك الغني المتكبر الذي استعل عليه بغناه واجهه هذه المواجهة ثم القرآن يعرض لنا من بعد نموذج ذلك العالم الذي كان مفتوحا له في باب العلم فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم هذا الرجل المبارك الذي فتح الله عليه في هذا الباب في باب العلم ما غره علمه لأن بعض الناس الفتنة يمكن أن تكون بالمال ويمكن أن تكون بالسلطة ويمكن أن تكون بالعلم يعني إبليس ما كان جاهلا لكنه كان مفتونا بنفسه مغرورا بنفسه فهذا الرجل الصالح المبارك علمه ما زاده إلا طواضعا وإخباتا لله رب العالمين فكان ينسب كل شيء يفعله إلى ربه سبحانه وتعالى فينكر حظ نفسه تماما نلاحظ أنه عندما عندما بن الجدار وجاء ليقص على موسى عليه السلام لماذا فعل ما فعل قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك رحمة من ربك نسب الأمر كله إلى الله عز وجل يعني ما تكلم عن أنه أنا بنيت هذا الجدار وأنا فعلت يعني أنكر حظ نفسه تماما ونسب الأمر كله إلى ربه سبحانه أراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك فهذا نموذج إنسان عالم ما زاده علمه إلا خضوعا لربه سبحانه وإخباتا وتواضعا لله عز وجل ثم ختمت القصة بذي القرنين الممكن له والتمكين هذا فتنة يعني عندما تكون أنت ممدود بأسباب القوة وأسباب السلطة حيثما ذهب خضع له الناس السلطة فتنة والقوة فتنة وخضوع الناس فتنة ومتابعة الناس فتنة هذه فتنة متتابعة بعضها فوق بعض لكن ذا القرنين كان مع هذا كله نموذج العبد المؤمن الخاضع لله عز وجل لم تفتنه القوة ولا العلم ولا السلطة ولا شيء من ذلك لما بنى ذلك السد المنيع قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هذه النماذج مختلفة جدا متفاوتة بين الاستضعاف وبين الفقر وبين العلم وبين القوة والتمكين لكنها كلها تشترك في أنها تنضي إلى الله عز وجل على صراط مستقيم يعني الفتي المستضعفون والرجل الفقير الذي حاور صاحب الجنتين وموسى عليه السلام وصاحبه العبد الصالح الممدود بالمفتوح له في باب العلم وذو القرنين الممكن له في الأرض الممدود بأسباب القوة جميع هؤلاء على اختلاف مراتبهم وعلى تفاوت أحوالهم هم جميعا من عباد الله الصالحين كلهم يمضي إلى ربه سبحانه وتعالى هذا النموذج هو النموذج الذي قدمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج الذي أخرجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للأمة كانوا متفاوتين في كل شيء الصحابة عليهم الرضوان ما كانوا على درجة واحدة كان فيهم الغني من أمثال عثمان بن عفان ومن أمثال عبد الرحمن بن عوف ومن أمثال أبي طلح الأنصاري وكان فيهم الفقير من أمثال خباب بن الأرد ومن أمثال أبي ذر الغفاري ومن أمثال عمار بن ياسر متفاوتون في الغنى والفغر متفاوتون في العلم متفاوتون في العبادة متفاوتون في المعرفة بالقرآن متفاوتون في المواهب والقدرات متفاوتون في كل شيء لكنهم جميعا مضوا إلى الله عز وجل ينصرون الله ورسوله ويبتغون رضوان الله عز وجل نحن نقرأ عن سير الصحابة فمثلا نقرأ عن سيدنا بلال بن رباح لا نعرف عنه أكثر منه ذلك الثبات العجيب المزلزل الذي زلزل الطاغية وهو يقول أحد أحد توضع عليه الصخرة في الرمضاء ليفتن عن دينه فما يرده ذلك عن دينه ذلك الثبات العجيب المزلزل الذي كان من سيدنا بلال رضي الله عنه أرضاه ثم هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي سيرة بلال التي نعرفها ولا نعرف عن سيدنا حسام الثابت رضي الله عنه غير أنه نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه بالشعر يعني رد عنه أذى المشركين الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاء فكان ينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه لا نعرف عن سيدنا حسان أكثر من هذا فكل ينصر الدين بما يستطيع كل له مواهبه كل له قدراته بهذا التفاوض وهذا هو المجتمع المسلم الذي يرضاه الله عز وجل المجتمع الذي يمكن أن تتفاوض ظروفه وأحواله لكنه يمضي كله بفغيره وغنيه بأصحاب القدرات بأصحاب المواهب بالعالم وبالذي هو أدنى درجة وكلهم ينصر الله وينصر رسوله وكلهم يبتغي رضوان الله عز وجل الله نسأل أن يهدينا إليه صراط المستقيمة وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرحمنا بالقرآن وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر